قد تحتمل السياسة القفز على بعض الثوابت أحياناً وقد تحتمل المراوغة من قبيل المكاسب والخسائر لكن بحسب المشهد في العراق اليوم فإن قفز السياسة تجاوز آمال الشعب ولقمة عيشه حتى وصل إلى جثث أبنائه فكيف بالراقصين أو المنتفعين على حساب أرواح الأبرياء هذا رئيس البرلمان يخرج متحدثاً عن 231 جثة قتل أصحابها بيد الميليشيات ليقوله غير ذلك الحادث هو ليس حادث طائفي ولا يمتل الطائفية بصلة عبارة عن حوادث متفرقة في كل أنحاء محافظة بابل سجلت من نهاية عام 2016 ولغاية هذا التاريخ اللي هو شهر الثامن 2019 الكثيرون عدوا حديث الحلبوسي محاولة لتبرئة الميليشيات من مسؤولية مذبحة جرف الصخر ما أثار استغراب المراقبين الذين رأوا في محاولته تلك بيعاً للدماء وأن ما قاله مدفوع الثمن مثل ما جي أبه كما أنه يخاف على مصالحه ومكاسب الذين أوصلوه إلى كرسي رئاسة البرلمان حتى ولو كان ذلك على حساب أهله ومن انتخبوه في حديث الرجل شقان يتمثل الأول بعجز الحلبوسي ومن ورائه الحكومة عن المجيء بدليل واحد يدحض عشرات الأدلة عن تورط ميليشيات الحشد بعمليات قتل جماعي لمدنيين فارين من الحرب لكن الأمر الصادم لذوي سبعة آلاف مختف قسرياً هو أن مصير أبنائهم قد يكون بين قبر منسوب لمجهول أو جثة في ثلاجة موتى تنتظر منظمة عادة ما توصف بالخيرية ولربما تتبع إحدى الميليشيات لدفنها أما الشق الثاني فيظهر صورة أكثر واقعية لشركاء العملية السياسية وبعد أفق الناظرين إليه بعد أن كانت شعارات كثير منهم عودة النازحين وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المخطوفين ليخرج الحلبوس يبرئ قاتلاً من دم ضحية لم يجف بعد على الضفة ذاتها يقر رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي أن كشف ملف المغيبين وعقاب المجرمين وعودة النازحين كلها كذب ومراوغة وتواطئ مع القتلة ليسأل أين الدولة وهل تستطيع كبحاً لدولة المتغولة والمتضخمة في منظومتها وفي حديث النجيفي وغيره إدانة لهم فهل احتاج الأمر لستة عشر عاماً وليجث تلقى كل يوم ليصل لتلك النتيجة وما المسوّغ بعد ذلك للبقاء أصلاً في العملية السياسية وربما تلك الأسئلة دفعت الكثيرين للقول إن من خالف الحلبوس من شركاء العملية السياسية هم يدغدغون مشاعر الناس فقط أما الأرواح التي أزهقت وسجلت ضد مجهول فإن التاريخ لن ينسى مجرماً خشيت أجهزة الدولة النطق باسمه ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر أحسن ترجمة نانسي قنقر